مشاهدين الحملة الإعلامية التوعوية والإرشادية حول مخاطر فيروس كورونا تواصلت في العاصمة عدن بتفاعل كبير من قبل المواطنين إلى التفاصيل والزميل عبد القوي عبد الرقيبة لليوم السابع على التوالي تواصلت في محافظة عدن فعاليات الحملة التوعية الإرشادية الإعلامية بالتعريف بفيروس كورونا ومخاطره وسبل الوقاية منه والتي نظمها اتلاف مؤسسات عدن للأغاثة والتنمية والصحة بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة عدن ومكتب الصحة والسكان بمديرية المنصورة حيث أن نتلقينا تفاعل كبير من المواطنين لهذه المهمة السامية التي من خلالها نشر ورفع مستوى الوعي والفكر الصحي بين المواطنين والاستفادة من الأمم التي اكتعها هذا الفيروس ويجب علينا أن نتصدي ونبني حس استباقي لدى المواطنين من خلال توصيل المعلومات الإرشادية والوقائية من خلال غسل الأيدي عند العودة إلى المنزل وكذلك طهي اللحوم بشكل جيد هذه كل المعلومات تفيد المواطنين ورفع مستوى التثقيف الصحي وقعلهم على دراية بالأمر والمشكلة الكبيرة التي تواقه مجتمعنا وتواقه العالم عاما حيث قامت الفرق الإرشادية التابعة لمكتب الصحة والسكان بمديرية المنصورة بالنزول الميداني إلى عدد من أحياء مديرية المنصورة حيث قاموا بالتوعية من خلال توزيع الملصقات على المواطنين والإعلان من خلال مكبرات الصوت الأستاذة ليزا فاروق محمد منسقة التثقيف بمكتب الصحة بالمديرية ثمن التفاعل للمواطنين مع الحملة بالتعاون مع مدير المديرية والمأمور مديرية المنصورة نزلنا وبعض الشباب نزلنا بتوعية الناس في مختلف مديرية المنصورة نوعية من هذا الوباء بقدر المستطاع مشكورة المؤسسة البيحاني نشكرها ساعدت نحن كثير وفرت نحن باصات ولقانب كمان نشكر المأمور المديرية المنصورة كمان تعاون معنا بشكل كبير وأشكر كمان الطاقم الذي نزلوا تعب نشعر لقا نوصل معلومة للناس كيف يقوموا نفسهم من هذا المرض وإن شاء الله نكون قدرنا توصيل الرسالة التي نزلنا من أقلها أن عكس التعاون المثمر بين القطاع الخاص وبين القطاع الحكومي على نجاح هذه الحملة التي يجب أن تتظافر فيها قهود كل قطاعات المجتمع للحد من مخاطر هذا الفيروس الخطير الجمعيات الخيرية والتعاوية هذه سبيل النجاح لناس كثيرين يعني ما يعرفوش الوضع والتقمعات والمشاكل اللي بتصير من بعد هذا المرض الكبير هذا وأنا أنصح 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 المجتمع بالابتعاد عن أماكن التقمعات بالابتعاد عن المطاعم والأخذ بالمطاعم السفري وتقمعات الأسواق القات طبعا المكتبع بشكل عام أنه يحرص قد الإمكان أنه يبتعد كل الأماكن المشبوهة عبد القوي عبد الرقيب قناة عدن الفضائية محافظة عدن